التلبية بارك الله فيكم هذا يقول يا شيخ التلبية هي شعار الحج فما معنى التلبية ومتى تبدأ ومتى تنقطع التلبية من ألب بالمكان إذا أقام فقول المسلم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وأيضا التلبية في معنى الإجابة فالملبي يلبي نداء ربه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فهذا الحج فيه نعم عظيمة وفيه خيرات كثيرة وفيه عمارة لهذا البيت العتيق والمشاعر التي حوله بذكر الله وطاعته وعبادته ومن حج ولم يحصل منه رفث ولا فسوق أثناء الحج وأثناء الإحرام رجع إلى أهله كيوم ولدته أمه يعني حينما تلده أمه ليس عليه ذنوب وكذلك هذه ولادة أخرى الحج والعمرة يشبه الولادة بمعنى أنه يخرج منه ليس عليه ذنوب إلا وقد غفرها الله له وتقبل منه الحسنات فهو ولادة جديدة نعم